اشتركوا في القناة اي شخص بيعاني من كرش او وزن زايد بغض النظر ان كان شب او كانت بنات رح اعطيكم الحل اللي توصلتله الحل المذهل اللي مطبقه لحد الان بدأت قسطي لما كان عمري 18 سنة وقتها كنت مع صاحبي عمر في المسبح كنت خجلان اشلح ملابسي بسبب منظر الكرش لكن صاحبي عمر كان جسمه مشدود وعنده عضلات بطن واضحة كانت اول مرة بشوف فيها عضلات البطن الموقف هاد خلاني ارجع للبيت واعمل 1000 تكرار لتمرين البطن كل يوم عشان اعمل عضلات مثله وبالفعل حاولت لكن بدون فايدة حتى اني سجلت مع عمر بنفس النادي لكن اللي حيرني في عمر انه ما بيهتم باي تمرين للبطن حافظت على تمريني وجربت انواع كتير من تمرين البطن لكن بدون اي نفيجة حتى اني جربت انواع من الحبوب والمكملات ومع هيك ما شفت بطن مشدود بالعكس كان يزيد وزني خصوصا في منطقة الخسر بالاخر بديت افقد الامل حتى اني صرت قلوم الجينات في جسمي ولي بضحك اني كنت اخدع نفسي والسبب الوحيد اني ما قدرت اوصل لنتائج مرضية كان جهلي في الموضوع انا هلأ شخص مختلف تماما اعملت بطن وجسم مشدود بس بعد كم اسبوع من اتباعي للنظام اللي راح اغضحلكم اياه في هالفيديو انا ما بحكي عن حب سحرية او اي اشي من المنتجات اللي بتحاول تخدعك على شاشة التلفزيون مثل احزمة التنحيف او اجهزة البطن اللي بقدمه هو مجموعة خطوات ومفاهيم عن التمرين والغذاء ونوع الاكل اللي راح تغير جسمك بشكل رائع وملحوظ طيب اذا كنتوا مثلي يمكن حاولتوا تعملوا تمارين للبطن لفترات طويلة في النادي او في البيت وبالغالب انتوا الان تبحثوا عن افضل تمارين لشد البطن الحقيقة اللي ما بعتقد انكم تعرفوها او سمعتوها من قبل افضل تمارين بطن ممكن تلعبوه هو انكم ما تلعبوا اي تمارين بطن غريب مشاك؟ انا بقولك كيف السبب الوحيد اللي ما بيخليك تشوف عضلات بطنك هو وجود طبقة من الدهون فوق العضلات يعني لما تعمل تمارين لعضلات البطن بشكل مباشر بيزيد حجمها وبتكبر مثل اي عضلة لكن تحت طبقة الدهون وهيك للأسف بيصير عندك بطن اكبر مش منظر عضلات طبعا الدهون في الجسم تختلف عن العضلات ومعروف انها بتتوزع في كل انحاء جسمك بنسب مختلفة ومن المستحيل علميا انك تستهدف منطقة واحدة في جسمك لتحرق دهونها يعني ما بينفع انك تلعب تمارين بطن لتحرق الكرش اللي عليك تعمله هو انك تخفف نسبة الدهون في كل جسمك يعني بشكل عام اوكي يمكن تتساءل كيف بدك تقلل نسبة الدهون في جسمك الجواب ببساطة ضروري انك تحرق سعرات حرارية اكتر من السعرات اللي بتاخدها والسعرات الحرارية اللي بتحرقها تعتمد على عاملين رئيسيات وهم معدل الايد في جسمك واللي بيشكل 75% ومقدار النشاط اللي بيشكل 25% الباقي يعني اذا بتعتمد على تمرين مثل الجري على تريدمل او دراجي وغيرها فانت بتركز على السعرات اللي بتحرقها خلال التمرين لكن الاولى انك تركز على التمرين اللي بتحرق السعرات الحرارية بعد التمرين هذا الاشي يسمى علميا بافتر بيرن وهي السعرات الحرارية اللي جسمك بيستهلكها في عمليات الايد يعني انك تخلي جسمك بحاجة دائمة لطاقة لبناء الخلايا وطبعا جسمك رح يستمد هاي الطاقة من حرق الدهون الافتر بيرن بشكل مختصر هي تمرين مكثفة وقصيرة تدمج ما بين تمرين اللياقة وتمرين الاوزان ولتفهم فكرة الافتر بين اكتر تخيل معي سيارتين متساويات بالكفاءة بنسوق السيارة الاولى لمدة ساعة بعد هيك بنطفي المحرك بنروح على السيارة التانية ومنسوقها بنفس الطريقة لمدة ساعة لكن هاي المرة بنترك المحرك شغال ليون كامل وهلأ شو رأيكم؟ أي سيارة فيهم استهلكت بنزين اكتر؟ اكيد السيارة التانية بغض النظر عن المسافة والسرعة اللي سقنا فيها السيارة الاولى وهذا المبدأ نفسه بينطبئ على جسمك وهو انك تحفز جسمك يحرق سعرات اكتر حتى بعد التمرين وخلال نومك يمكن جربته حلول كثير من تمرين ودايت بس انا متأكد انكم ما جربته الحل الوحيد اللي انتو بحاجته وهو انكم تتبعوا نظام كامل من غزاء وتمرين كنمط للحياة النظام اللي بحكي عنه في هذا العرض هو حقيقة الجسم المثالي وهو النظام الاول في العالم العربي لا تتخلص من الدهون وتحصل على الجسم المثالي اللي بتتمنى خلال 8 اسابيع فقط ولأوصل اقصى استفادة جزأت النظام لاربع اقسام في القسم الاول رح نتعلم كيف بتحدد هدفك وبتابعه تحديد الهدف ومتابعته هي من اهم الامور لتكمل في البرنامج تخيل مثلا انك في مباراة كرة قدم بس ما بتعرف كم النتيجة وقدي ضايل وقت لتخلص المباراة بهاي الحالة ما بتعرف اذا انت عم تحرز تقدم او لا ورح تخسر حماسك وتركيزك في المباراة بسرعة رح نتعلم في هذا القسم كيف تقيس نسبة الدهون في جسمك حاليا وتحدد النسبة المثالية اللي لازم توصل لها وكيف ترسم اهداف اسبوعية واتتابع تقدمك اسبوع بعد اسبوع في القسم الثاني على الحمية والنظام الغذائي جهزت قائمة من الوجبات اللي بإمكانك تقسمها على مدار الساعة واللي رح تساعد بحرق الدهون وبناء العضلات وايضا رح تتعلم كيف تتابع السعرات الحرارية اللي بتاخدها النظام الغذائي ما بيحرمك من الوجبات اللي بتحبها لكن رح ينظمها بطريقة تسمح انك تاكل فيها اللي بتحبه ومع هيك بتحافظ على نظامك وبتحرق الدهون في القسم الثالث رح اشرح لك عن التمرين التمرين ما رح يكون لساعات طويلة رح تكتشف ان التمرين موجودة في القسم مصممة لتكون قصيرة ومكثفة وبتعمل على رفع نسبة الايض في جسمك في القسم الاخير رح نتعلم كيف بدنا نعمل من البرنامج نمط حياة بغض النظر عن عمرك سواء كنت شاب او بند سواء كنت مشغول بعملك او طالب في الجامعة او المدرسة هذا البرنامج ما رح يشغلك عن مهامك وبالاكيد رح يخليها جزء من يومك في النهاية اتطلع على حالك في الامرأي شو شايف اكيد مش راضي ولا مقتلع هلا اغمض عيونك وتخيل كيف رح يكون جسمك بعد اسابيع قليلة من هاي اللحظة رح تحصل على الجسم اللي بتحلم تشوفه بالامرأي طول حياتك وموضوعنا مش بس الشكل ما ننسى كمان الهدف الرئيسي اللي تخلصنا من الدهون وهو الحفاظ على صحتنا لانه زي ما بتعرف الدهون هي سبب رئيسي لامراض خطيرة مثل الجلطات وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وبالتالي الجسم المشدود والمثالي هو الطريق الصح لتبعد عن هاي الامراض وبهيك بتكون كسبة جسم سليم من الداخل وجميل بشكله الخارجي والخبر السار اني وفرت لك النظام كامل على الانترنت بصيغة كتاب إلكتروني وتقدر تحمله وتبدأ من اليوم بس في البداية شو برأيك هو السعر المناسب للنظام هو أقل من تكلفة أي مدرب شخصي إذن مش رح تدفع 250 دولار هو أقل من اشتراكاتك في النادي إذن مش رح تدفع 100 دولار وحتى أقل من سعر أي منتج تنحيف فما رح تدفع 60 دولار كل اللي رح تدفعه مقابل النظام هو فقط 47 دولار بإمكانك هلا تحمله من الرابط في أسفل الصفحة أنا واثق من الحل اللي بقدم لك إياك وحابب إنك تجربه بدون ما تتردد أو تخاف لهيك أنا بعطيك ضماني كاملة إني أرجع لك اللي دفعته لأي سبب يتضمن إنه البرنامج ما أعطاك نتائج مرضية ما عليك إلا إنك ترسلني خلال 60 يوم من تاريخ تحميلك للكتاب ورح تسترجع كل إرج دفعته بريد الشخصي هو جاسراتجسمك.com بإمكانك مرسلتي لأي استفسار في أي وقت بناسبك وتذكر ما في إيش تخسره وإذا احتجت أي مساعدة أو كان عندك أي أسئلة رح أكون معك بأي وقت ترجمة نانسي قنقر